بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد حياكم الله وقال المشاهدين ومشاهدات في برنامجكم الأمثال في الحديث النبوي واليوم معنا مثل جاء عند الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تدهى أحد الصحابة مدحا عظيما وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه سهل أو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الصحابي كان من الصحابة الكبار ومن أهل المدينة ومن خاصة أهل الخزرج الذين آووا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه من المهاجرين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش أو قال في الحرب خير من فئة وفي رواية خير من مئة رجل امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بخير من فئة من المقاتلين أو بمئة من الرجال لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب مثل لهذا الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته وكان من السابقين في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له بطولات عظيمة وخاصة في يوم يحد فإنه كان راميا بالسهام وكان يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله وتفداك نفسي وكان يقول مكان رقبتك يا رسول الله أي يعني العدو إذا أرادوا أن يضرونك بشيء فأنا أفديك ونحري دون نحرك يا رسول الله وكان راميا بالسهام فكان ينثر سهامه في الأرض ويجث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويضرب بالسهام أمام النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ودخل المغفر في خدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخوذة كما تقال عندنا بالأمور العسكرية الخوذة التي من الحديد دخلت من كثرة الضرب من المشركين على رأس النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في وجنتين النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وانتزعها بأسنانه لم يأخذ يده ليخرجها من في النبي صلى الله عليه وسلم أو من وجنتين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخرجها بأسنانه جعل أسنانه بمكان المغفر و أخرجها من فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سقطت أدراسه سقطت أدراس أبو طلحة حينما أخرج المغفر و حدائده التي دخلت في وجنتين النبي صلى الله عليه وسلم أي في خديه كل ذلك لمقاتلته و حربه أمام النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين حتى أن أيضا أنه كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده كان المشركين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بالسهام فكان أبو طلحة يجعل يده أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه شيء من السهام حتى جاء عند بعض أهل السير أنه شلت يده في هذه المعركة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من كثرة السهام التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كان أبو طلحة يجعلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بها سهام العدو كل ذلك فضل لهذا الصحابي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالفئة و الفئام من الناس وهو خير من مئة رجل في المعركة و الحرب دلالة على شجاعته و قوته و دلالة على فدائيته للنبي صلى الله عليه وسلم و كذلك تشجيعا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفدي روحه و نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم و امتدحه هذا المدح العظيم و هذا الأمر الكبير الذي بينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة كثر الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ميزهم النبي صلى الله عليه وسلم بميزات كثيرة ومنهم الصحابي الجليل زيد بن سهل رضي الله عنه وأرضاه الخزرجي الأنصاري ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرضوان من الله عز وجل جزاء لما قدمه للإسلام والمسلمين سوف نذهب إلى فاصل يسير ونستكمل معكم بقية الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد عدنا إليكم ونستكمل معكم وتوقفنا عنده جاء حديث عند البيهقي وغيره من أهل كتوب السنن عن الأخ نس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم أو قال في معنى الحديث أن لا تنافس إلا على اثنين رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وكذلك في النهار يصلي ما يشاء فهؤلاء الذي يتنافس الإنسان ويتشبه بهم وفي رواية لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله علما وقال قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى يتصدق ويعطي فهذا الذي يتنافس عليه وهذا إن كان الحسد جائز هؤلاء الذين هذان الأذان يحسدان أو المعنى أن يكون هناك غبطة عليهم أن تتمنى أن تكون مثلهم ولا تحسدهم ولا تتمنى أن تزول عنهم هذه النعم فقام رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيتك النجدة يعني نجدة الإنسان لقومه كما يقال عندنا في العامية الفزعة إذا فزع الإنسان لأهله ينجدهم من عدو ينجدهم من إنسان قد تعد عليهم هل هذا يحسد هذا الإنسان الذي فيه نجدة لأهله وقومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدلة لا عدلة لهما يعني هذان الاثنان المنفق والقارئ للقرآن لا عدلة لهما لا شبيهة لهما لا أحد يوازيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمثل الذي ذكره هذا الصحابي النجدة الإنسان يفزع إذا سمع خطرا على أهله أو احتاجه قومه فدافع عنهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن هذا الأمر فطري وطبيعي النجدة فقال إن الكلب يهر على أهله أو قال إن الكلب يهر من وراء أهله يعني إيش المعنى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكلب الحراسة الذي عند أهل البيت فإنه لو جاءهم عدو أو جاءهم خطر فإنه ينبح على هذا العدو ويخوف هذا العدو من القرب فهذا فطرة في هذه الحيوانات فكيف بالإنسان فنجد هذه أمر فطري وواجب على الإنسان محتم لمن يرى نعمة أهله عليه ونعمة أسرته عليه فهذا أقل الواجب أن يقدمه أن ينجدهم ويساعدهم إذا احتاجوا إليه فليس مثله ومثل قارئ القرآن الذي يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ومثل المنفق الذي آتاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في أوجه الخير ولا يبخل به وإنما يعطي هذا ويعطي ذاك ويوسع على هذا ويرفع هذا كل ذلك دلالة على فضل هذان الرجلان الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضرب هذا المثل بالذي قال النجدة الذي يساعد أهله قال إن الكلب يهر من وراء أهله أي يدافع ويصارخ وينبح فهذا أمر طبيعي فلابد على الإنسان إذا كان هذا الحيوان يفعل هذا الأمر نجدة لمن رباه ومن أطعمه ومن سقاه ففي باب أولى أنك تساعد وتنجد أهلك إذا احتاجوا إليك هذه الأمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا للمعنى وتوضيحا للبيان وضربا للأمثلة وبيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم التي يوضح فيها ما يريد من حديثه صلى الله عليه وسلم في الختام لا يسعن أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر